السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هيكون اخر فيديو في سلسلة النوماريكال تست وهنبدأ الفيربل تست طبعا هنزلنا فيديوهات كتير قوي نوماريكال فياريت الناس تتبعها يلا بينا نبدأ الرسمة القدامنا بتوضح معدل دخل الفرد فيه هو جايب لك اربع دول وكل دولة ممرت بثلاث فترات ثلاث سنوات ومحتسب فيهم معدل دخل الفرد طبعا الخط الرأسي هو الجي دي بي بركاته والخط الأفق هو السنوات بقولك لو معدل السؤال بيقول لو معدل دخل الفرد بيزيد في السنة بالخمسمية عايز الريشيو من السنة الرابعة مقارنة بالسنة السادسة طبعا السنة التالتة هي اخر سنة اتوقحها احتسب لها الجي دي بي فالسنة الرابعة والخمسة والسادسة دي مستقبلا فاناقض اخر اخر رصيد اللي هو بتاع السنة التالتة اربعة وتلاتين خمسمية في يو اس اي اللي هو باللون الزهر ده اللي هو اللون البنفسجي سوري اللون بنفسجي اللي هي سنة التالتة اربعة وتلاتين خمسمية في كل سنة بتزيد بخمسمية هنزود خمسمية هو عايزها من سنة الرابعة لسنة السادسة هنقسم اخر رصيد اللي هو بتاع السنة الرابعة على السنة السادسة هيدينا سبعة وتسعين في المية او من مية هنا طبعا عايز المتوسط دخل الفرد محدد لك لثلت سنوية سوري الثلت دول في السنة التالتة وطبعا كل سنة لها لون مميز فهنجيب الثلت دول المتوسط هو المجموح على العدد هما ثلت دول فهنجمع في السنة التالتة وهنقسمهم على العدد اللي هو ثلاثة فكده هنبص في استراليا اللون البنفسجي هو اربعة وتلاتين وخمسمية ويو اس اي هنلاقي اربعة وتلاتين وخمسمية ويو كي هنلاقي تلاتة وتلاتين وخمسمية وهنقسمهم على العدد هدينا المتوسط في السنة التالتة الآخر سؤال بيقولك عايز نسبة في السنة في يو كي طبعا في متوسط دخل الفرد من السنة الاولى للسنة التانية طبعا السنة الاولى هي تلاتين الف هي النسبة الاكبر والسنة التانية واحد تلاتين وخمسمية قالت بيه خمسمية فهنقسم الخمسمية على تلاتين وثلاتين الف في مية هتدينا نسبة في يو كي من السنة الاولى للسنة التانية ياريت يا جماعة الناس تتابع الفيديوهات العدد تتابعوا بالنمريكا لكله لان الامتحان لاهلي مش هو مش صعب ولكن الاسئلة الوقت عليها قليل جدا بالنسبة ان انت تتفكر وتتحسب عشان تطلع الناتق صح وممكن ما يطلعش صح فليه من تقدمك الماتيريال لضرب نفسك